هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر منتصفات 22 نوفمبر الماضي أعلن الحوثيون في اليمن استهدافهم سفينة أمريكية باستخدام عدد كبير من الصواريخ الباليستية والبحرية والطائرات المسيرة قالوا إنها تقدم الدعم لإسرائيل وبحسب البيان الصادر عن الحوثيين فإن العملية جاءت في إطار الرد الأولي على استهداف الأسطول الأمريكي لقواتهم في البحر الأحمر مؤخرا مشيرا إلى استمرارهم في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل من الملاحة في البحر الأحمر حتى وقف الحرب على غزة ورفع الحصار عنها وفي أول تعليق أمريكي على الهجوم الأخير اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إيران بالوقوف وراء هجمات الحوثيين على مسارات الملاحة البحرية والتجارية في البحر الأحمر بلينكين قال أن واشنطن أوضحت لطهران أن أي دعم تقدمه للحوثيين يجب أن يتوقف مشيرا إلى أن هناك عواقب في حال استمرار هذه الهجمات وقبل بيان الحوثيين بساعات أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تصديها لهجوم كبير شنه الحوثيون على ممرات الملاحة الدولية وصفته بالمعقد وكشفت القيادة المركزية أن طائراتها وبمساعدة قوة بريطانية تمكنت من إسقاط ثمان عشر طائر مسيرة وصاروخين من نوع كروز مضادين للسفن إضافة إلى صاروخ باليستيان وذلك خلال هجوما بحريا للحوثيين مساء الثلاثة وتسببت هجمات الحوثيين في تعطيل مسار التجارة الدولية على الطريق الرئيسي بين أوروبا وأسيا الذي يمثل نحو خمسة عشر في المائة من حركة الشحن حول العالم وذلك بعد إعلان العديد من شركات النقل البحري تعليق عملياتها هناك